شايفين يا جماعة فتت الشاورمة الجميلة دي النهاردة هنعمل شاورمة الدجاج اللي هي الفراخ وفتت الشاورمة وكمان طريقة التومية بتدبيلة مميزة وطعم رائع جدا الاز شاورمة مصري على الطريقة السورية كل اللي احنا محتاجينه اتنين قطعة من الفراخ الفلي او الفراخ البني وانقطهم بالطول زي ما حضراتكم شايفين بعد كده نحتاج كيس من خلطة شاورمة الدجاج من ماجي سعره ربع دولار اللي هو خمسة جنيه وموجود في جميع الوطن العربي ممكن نجيب كنور او ماجي مفيش مشكلة وبعد كده هنجيب بولة وهنبدأ نضيف في شاورمة الدجاج بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بعد كده هنبدأ نضيف معلقة صغيرة من البصل البودر معلقة صغيرة من الطوم البودر معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من البابريكا معلقة صغيرة من بوهرات الفراخ وهنحتاج معلقة كبيرة من شاورمة الدجاج من ماجي او من كنور وبعد كده هنحتاج معلقة صغيرة من الخل الصلطة العادي وبعد كده هنحتاج معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم وهنحتاج معلقة صغيرة من الصياسوس وهنحتاج معلقة صغيرة من صوس الباربيكيو وبعد كده هنحتاج معلقة كبيرة من زيت الطعام وهنقلبهم كويس جدا جدا هنسيبها في التدبيلة في التلاجة او في اي مكان لمدة ساعة الى ساعتين بعد كده هنبدأ ان احنا نجهز تاني حاجة اللي هي العيش الشامي طبعا عشان نبدأ نجهز الشاورمة العيش الشامي طبعا زي ما حضراتكم عارفينه هنحتاج رغفين او رغيف مفيش مشكلة ونبدأ ان احنا نقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت هنبدأ نضيفه في البولة او في اي طبق فاضي وبعد كده هنحط عليه معلقة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الزعتر ورشة صغيرة من الرحام ورشة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح وهنقلبهم كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده احنا خلصنا اول جزئين بعد كده هنجيب طاصة على النار مش هنضيف فيها حاجة خالص ممكن نضيف نقطة زيت مفيش مشكلة او اي مادة دهنية مش حابين عادي خالص هنحمص العيش بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين لغاية ما يكون النتيجة بالشكل دوت بعد كده هنبدأ نيجيب حلة وهنبدأ نضيف زي ما حضراتكم شايفين ربع كوبية من الزيت او اقل ما فيش مشكلة وبعد كده هنبدأ ان احنا نوزعها في الوعاء عشان نبدأ نعمل الرز بتاعنا طب انا كنت عامل للرز البسماتي قبل كده فالنهاردة ناس كتيرة جدا طلبتني ان انا اعمله بالرز العادي فنبدأ نضيف بصلة صغيرة وهنضيف معلقة كبيرة من الكاري او الكركم زي ما حضراتكم بتحبه هنفضل ان احنا نقلب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت وزي ما انتو شايفين المعيار ده ليه اتنين كوب من الارز طبعا هناخدهم تحت الحنفية نخسلهم كويس جدا عشان ننزل طبقة النشا اللي موجود فيها الرز واحنا بنخسل الرز هنكون بنقلب البهرات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت عشان تنسجم مع المادة الدهنية جبنا الرز بتاعنا اتغسل وكمان صفنا كويس هنبدأ ان احنا نقلبه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اتمنى لو الفيديو عجبكم ارجوكم ما تدخلوش علينا باللايك لان اللايك هو اللي بيساعدنا نستمر وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين هناخد بالزبط رشة صغيرة من الملح على الارز بتاعنا ممكن نعمله برز بسمتي انا الفترة اللي فاتت عملت الرز البسمتي المباهر بشكل حلو جدا وطعم رهيب هتلاقوه على القناة بتاعتنا بعد كده هنحتاج نصف مكعب من ماجي المرأة الفورية وهنبدأ ان احنا نضيفها على الرز بالشكل ده مع التقليب المستمر زي ما حضراتكم شايفين طبعا الوصفة جميلة جدا وتفاصيلها كتير وبعد كده هنبدأ ننزل بالمية مغلية او مية دافية مفيش مشكلة لغاية ما احنا هنبدأ ان احنا هنغطي الرز خالص بالمية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وهنبدأ نعل النار لغاية ما المية تتشرب هنحتاج جزرة مبشورة الجزر المبشور بيدي طعم حلو جدا للرز وخصوصا الرز اللي بتاكل مع المشاوي والفراخ والشاورمة وزي ما حضراتكم شايفين هنسيبه لغاية ما المية تتشرب وبعد كده هنسيبه على نار هدية دي جماعة التمية طبعا انا كنت شايلها في الفريزر لان انا عملتها واكلتها وطبعا ده كان جزء متبقي طلعته من الفريزر عادي وحطيته في خل على النار بدون اي اضافة اي شيء والتمية تفككت وباقت جميلة ولو عايزين طريقة التمية هتلاقوها موجودة في شاشة النهاية في نهاية الفيديو ده بعد كده هنبدأ بقى نشتغل على اخر حاجة معنا النهاردة وهي الشاورمة الشاورمة الدجاج الفراخ بطريقة جميلة جدا هندهم بس يا جماعة طاصة فيها زيت او اي مادة دهنية وهنبدأ ننزل بشرايح الفراخ في الطاصة زي ما حضراتكم شايفين عايز اقول لكم ريحة حلوة جدا وطعمها جميل جدا 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 وعايز اقول لكم برضو لغاية ما نوصل لاخر الفيديو احنا اول حاجة في نهاية الفيديو هنحط الطبق بتاعنا ونبدأ نحط الشاورمة الرز وبعد كده هنبدأ نحط العيش وبعد كده هنبدأ نحط التمية او ممكن نحط الشاورمة الفراخ وبعد كده هنحط التمية حسب الرغبة وزي ما حضراتكم شايفين هنبدأ ان احنا نجيب اي طبق اي علبة اي حاجة حابين ان احنا نحطها وهنبدأ نغرب فقط المكونات بتاعتنا بالشكل لحضراتكم شايفينه اتمنى لو الفيديو عجبكم صلوا على النابي كتير في التعليقات واكتبولي بتتابعوني منين وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد والسلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة